أنا أطلع عليكم اليوم وأنا أرتدي هذه الفروة واللي يعني تعتبر هي اللبس شبه الرئيسي في مناطق شمال المملكة خاصة مع هذه الأجواء الباردة التي تشهدها شمال المملكة أقف اليوم بين درجات الحرارة المحسوسة يعني تقارب 10 درجات مئوية أدنى درجات الحرارة المسجلة هذه الأيام على مدينة سكاكا بوجه التحديد تقارب 6 درجات مئوية ترتفع يعني إلى قرابة 16 درجة مئوية في أواصل النهار وتعاود لانخفاض مرة أخرى وهذا هو الحال في معظم مناطق شمال المملكة مع يعني الأجواء الشتوية الباردة بتحدث لكم اليوم عن الفروة والفروة هي اللبس الشتوي البارز في مناطق شمال المملكة والفروة لها أنواع كثيرة وتصنع بطريقة يعني معينة من صوف وجلد الأغنام هذه الفروة واحدة من أبرز يعني الأنواع اللي تصنع اللي هي تسمى الطفيلية هذه الفروة الطفيلية يعني يبلغ سعر متوسط سعرها في معظم الأحيان قرابة 1800 ريال نظرا لأنها خفيفة الوزن ناعمة الملمس وتضفي مزيد من الدفع هذه الفروة اليوم نشاهدها في مختلف الأماكن في مناطق شمال المملكة وإذا ما تحدثنا عن الجوف الفروة اليوم أصبحت رفيقة كبار السن وأيضا حتى الشباب واليوم نشوف لها منتجات وتصنيفات جديدة مثل فراء الأطفال وفراء السيدات والفراء اللي تلبس اليوم على كامل الثوب بقالب عصري وجديد هذه الفروة هي الملبوس الأساسي نظرا لشهود المنطقة أجواء جدا باردة وأنا أقف اليوم معكم في واحدة من أقدم الأسواق التجارية في مدينة اسكاكا هذا السوق اللي يقع على طريق الأمير نواف بن عبد العزيز كان يسمى قديما شارع العرب هذا السوق هو وجهة تجارية تبلغ ذروتها الاقتصادية خلال فصل الشتاء نظرا للمستلزمات المتواجدة في هذا السوق واللي تبدأ ما بين بيوت الشعر واللي تحاك يدويا وأيضا مستلزمات الخيام ومستلزمات ما نسميها محليا بالمشبات وهي المجالس الشتوية تبرز عديد من الأصناف والبضائع في هذا السوق وتكون وجهة أساسية لرواد هذا السوق خلال فصل الشتاء اليوم بترك لكم المشهد على واحدة من أجزاء هذا المحل التجاري واللي يستعرض العديد من الأواني المتعلقة في تجهيز المجالس الشتوية وتجهيز المشبات مثل ما ذكرت لكم الأواني النحاسية وصورا إلى مواقد النار وأيضا المستلزمات التي تتعلق في جانب التدفئة أعود لكم بالحديث على الفروة والفروة هذه هي اللبس الأساسي في مناطق شمال المملكة اليوم أصبحنا نشوفها ما بين فترة وأخرى وأصناف كثيرة تحاك مثل هذه الفروة تتراوح أسعارها مثل ما ذكرت لكم في النوع الأول من 1800 ريال تقريبا أدنى الأصناف أو الأصناف العادية والتجارية يتراوح سعرها ما بين 700 ريال وهناك أصناف يعني تتجاوز 300 أو تتدنى في أدنى حد لأسعار هذه الفروة ما يقالب 100 أو 150 ريال اليوم الفروة أعيد بالذكر أخيرا على أننا نشوفها في منتجات كثيرة داخل المجتمع وداخل الأسواق التجارية فراء للشباب بقالب عصري فراء للسيدات وفراء للأطفال وهذا الملبوس الشتوي اللي ممتد من ثقافتنا وتقاليدنا الأصيلة يعتبر اليوم يعني علامة بارزة في اللباس السعودي وهو كما أشارتي بدور يعني يشبه المشلح الأنيق في لبسه وزية واللي يضيف على زي الرجل مزيد من الأناقة والبهاء ما شاء الله تبارك الله كل الشكر لك على هالتفاصيل الجميلة عن الفروة الفروة فيها بركة عبد الرحمن يعني نشوفها سبحان الله ممكن يدخل فيها اثنين وكل من موجود يلبسها بعد يدفها بها فالله يكتب يعني الخيرة هو طبعا لجر الكل اللي يشارك الناس طبعا بها المستلزمات اللي يدفين في الشتاء شكرا جزيلا لك عبد الرحمن برايم شكرا عبد الرحمن